ومعنا في الستوديو الكاتب الصحفي محمد القدوسي سيد محمد كيف تفهم هذه التصريحات أعتقد أن عبد الفتاح السيسي بيكمل لنا الكلام اللي قاله مع فرنسا 24 لما قال أنه قتل وهجر أبناء سيناء من أجل ضمان أمن الكيان الصهيوني وهو الآن يقول أنه مستعد أيضا أن يعمل شرطية لصالح الكيان الصهيوني لا في سيناء فحسب بل وداخل أرض فلسطين المحتلة أيضا اللي بيخلينا أقولي الكلام ده عشان ما يبقاش مجرد رأي هو قال إعادة الثقة تحتاج إلى الوقت ألا ما يحدث هذا مع إسرائيل بعدما أبرمنا معاهدة السلام يعني أنه شايف أن الثقة قد عادت فيما بينه أو ما بين السلطة التي يمثلها وما بين تل أبيب الآن بيستشهد بالثقة العائدة فيما بينه وبين تل أبيب على الثقة التي يمكن أن تبنى أيضا مع الفلسطينيين وحسبك بهذا من اعتراف يعني نعم طيب يعني ألا يأتي هذا في إطار الحرص على إقامة دولة فلسطينية يعني أنت قررت هذا المقطع ولكنك تجهلت أنه قال يتطلب هذا وجود دولة فلسطينية أولا نعم هذه الدولة الفلسطينية حسبما هو مطروحه ألا أنا تكلمت مع نيتنياهو وألا أنا تكلمت مع عباس مش كده حسبما هو مطروح من نيتنياهو ومن عباس أيضا هي دولة ليست بذات سيادة إذن كل المسألة أنك ستستبدل لافتة بلافتة زي ما استبدلت لافتة حركة فتح بلافتة أو منظمة التحرير الفلسطينية بلافتة السلطة لماذا تقول أنها دولة بلا سيادة؟ لأنه هذا هو المطروح من نيتنياهو ومن محمود عباس معا لم يتحدث أحد عن دولة زي سيادة خالص لا نيتنياهو هو السيسي قال أنه تحدث في هذا مع رئيس الوزراء بن يمين نيتنياهو وتحدث أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدك كلم في دولة زي سيادة ولدك كلم في دولة زي سيادة لكن أنا شايف فيه سطر هو الأكثر خطورة على الإطلاق في حديث عبد الفتاح السيسي اللي هو قال فيه سأتحدث إلى البابا في هذا الشأن خصوصا فيما يتعلق بأمن الأقليات الدينية وعلى رأسها المسيحية هل أنا عندي في مصر أقلية دينية بالمعنى الفني اللي أنا بقوله لأ و اللي أنا بقوله أن هذه نظرة طائفية من عبد الفتاح السيسي الذي يعتمد على تأجيج الصراعات والخلافات الدينية والإثنية لكي يبقى شأن كل السلطات العسكرية في العالم يعني عايز أقولك ده مش اختراع أو مش حاجة خاصة بي هذا في إطار الحديث عن تنظيم الدولة الإسلامية وليس عن موضوع فلسطين يا عزيزي سأتحدث مفهوم قال سأتحدث إلى البابا في هذا الشأن خصوصا فيما يتعلق بأمن الأقليات الدينية وعلى رأسها المسيحية طيب هذه النقطة جاءت في إطار الحوار نفسه ولكن عن موضوع آخر